تاريخيا أول ظهور لمشروبات الطاقة كان في أوروبا وآسيا في فترة الستينات من القرن الماضي اللي اختراعها رسميا هو واحد اسمه تشا ليو في السبعينات وده كان في تايلاند ظهرت بعد كده بشكل واسع والأول مرة في النمسا وده كان عام 1987 ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 والغريب أنه بعد كده ظهرت في دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة عام 98 ثم اكتاحت كل أرجاء العالم بعد كده والحقيقة أن تسمية المشروبات دي بمشروبات الطاقة هي تسمية مزيفة مبدئيا كده أو بشكل أدق كان لازم المسمى يكون مشروبات الطاقة الخطيرة ودي مش مبلغة مني ولا تجني ولا تجاوز لأنها تعرفوا دلوقتي لأن محتوى هذه المشروبات كلها كلها مشروبات الطاقة دي أنواع كتيرة أو كل المحتويات بتاعتها أو كل المكونات بتعتمد على تنبيه غير طبيعي وقوي للجهاز العصبي والدورة الدموية في الجسم ودي حاجة خطر خطر كبير وقبل مشرح لحضراتكم الأضرار هقول لكم على مكونات مشروبات الطاقة كل الأنواع فيها المكونات اللي أنا هقولها دي بنسب مختلفة بس لازم يكون فيها المكونات دي بتختلف ممكن يبقى فيه مكون أو اتنين نقصين بس مش بس فيه مكونات رئيسية ماينفعش تنق سأتعرفوا دلوقتي مكونات مشروبات الطاقة هي إيه؟ المية الجولوكوز الله طب ما المية حلوة يعمل الجولوكوز لا اسمعوا بس ما هو المية والجولوكوز دي دي المادة السائلة اللي احنا بنشربها خلاص الجولوكوز ده طبعا ده حاجة سكرية عالية جدا بس دي مش دي الخطورة لسه المخاطر هتعرفوها دلوقتي مية جولوكوز حمض ستريك أو ستريك أسد ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون موجود في المشروبات الطاقة حمض اسمه حمض التورين وده علي قصة كبيرة جدا جدا هتعرفوها مني دلوقتي مادة اسمها سترات السوديوم نكهات طبيعية وصناعية زي منتو بقى ممكن تتخيلوا مادة تانية اسمها جليسروز إستر الراتينج أو ما تعرف علميا بصمغ الخشب دي موجودة في مشروبات الطاقة السكروز ده غير الجولوكوز يعني فيه هنا تكسيف لعملية السكريات أسيتات أيزو بوتريت ودي مادة برضو الكفايين وده اللي عليه العين بقى مشروبات الطاقة دي مليانة كفايين أضعاف مضاعفة اللي بتبقى موجودة في القهوة عشان تبقوا عارفين وده سرها مادة الكفايين وحاجات تانية هتعرفوها دلوقتي مادة الكفايين بتكون موجودة بتركيز عالي موجود كمان حمض البانتوفينك وموجود فيتامينات به 6 وبه 12 وبه 3 اللي هو النايسين هتقولولي يا الله ده فيها فيتامينات هيه به 6 وبه 12 تبقى حلوة هتعرفوا دلوقتي ايه خطورة وجود الفيتامينات دي فيه وموجود حاجة اسمها ثايو برومين كمان وموجود مركب اسمه بولينيا كابانا وده مستخرج من نبات اسمه الجورانا وده نبات فيه منطقة الخطورة وموجود مادة الجينسينج هتقولولي الله طب ما احنا بنسمع عن الجينسينج ده انه هو مقوي طبيعي هتعرفه دلوقتي برضو وموجود مادة اسمها ايه 150 وكنا اتكلمنا عنها في حلقات سابقة مع حضراتكم انها بتتوجد في مشروبات الطاقة وفي المياه الغازية واحيانا فيه بعض انواع الشوكولاتات وانواع الحلويات وده مادة خطيرة جدا كل المكونات دي خطر كل المكونات اللي انا قلتها حالا دي اللي هي عبارة عن تركيب مشروبات الطاقة اي ان كان بقى مكانها في الدنيا خطر حتى المواد اللي في ظروف تانية بتكون مفيدة زي فيتامين به 6 و به 12 زي ما لسه قلقكم لان النسب الخاصة بهذه المكونات بتتحط بتكون في مستوى خطير للجسم مهي مش كل حاجة ما احنا فاكرين لما بولوكم اي حاجة تزيد عن حدها بتبقى خطر تمام ده حتى فيه حاجة اسمها فيتامين توكسيسيتي سمية الفيتامينات دي لما تزيد في محتوى محتوى فيتامينات في الجسم تعمل سمية تبقى زي السموم انتوا فاهمين قصدي دي بالنسبة للمكونات اللي هي في العادي بتكون امنة زي به 6 و به 12 وجنسنج بكمية صغيرة وكده انما تبقى مكونات اخرى هي الضارة جدا بشكل لا يحتمل اي لبس زي الكافيين بالنسبة المرتفعة اوي في مشروبات الطاقة وحمض التورين والسكريات وبه 3 اللوان نايسين والجورانا والجنسنج والثايوفيلين والإي 150 والنيوبرومين والثايوفيلين عايز اقولكو بس كلمة عن حمض التورين انا قلتلكو دلوقتي حاجة عن حمض التورين حمض التورين ده انتوا هتفهموا قصدي على طول لما اقولكو حمض التورين ده عامل ايه مادة بتكون موجودة بنسبة عالية جدا في السائل المنوي للثيران للتور للسائل المنوي للتور تمام في مشروبات الطاقة بيتم تصنيعه مش بيتاخد من المصدر ده مش بيتاخد من التيران وعايز اقولكو ان الشركات المصنعة لمشروبات الطاقة يعني تقتروا تقولوا وهبة حياتها لنفي الإشاعات دي وهي فعلا إشاعات يعني اللازم الحق يقال لكن هي مادة موجودة في الطور في السائل المنوي للطور تمام دي بتتصنع بقى وتتحط في مشروبات الطاقة خلاص كده ترجمة نانسي قنقر